لكن الأشخاص اللي من ناحية التاني بيقولوا حتى متى يعني لأن البعض بينظر للتسامح أنه موقف ضعيف الحياة المسيحية علمتنا والسيد المسيح نفسه علمنا وهو على الصليب لما قال يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون وأنا متأكد أن السيد المسيح في ساعة الحدث كان باصص عليه ويقول له يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون فحيتن دا قلبنا معنى أن نحن نقول إلى متى رب تنسانا بمشاعر اللي قالها داود النبي زمان طبعا من حقنا أن نحن نتكلم مع ربنا ومن حقنا أن نحن بدلة البنوة والمحبة نطلب من ربنا لكن أنا عايز نقول إحنا عايزين نقول حتى وإحنا بنقول إلى متى ما بيغياش موقف التسامح وما بيغياش موقف الشهوة اللي تكلم بيها معلمنا بولوس الرسول في رمية 8 لما تكلم عن محبة المسيح اللي بتحصرنا واللي قال يعني ما فيش حاجة تفصلني عن محبة المسيح أيا كانت لا شدة ولا ضيق ولا موت ولا حياة ولا أمور حاضرة ولا أمور مستقبلة لا شيء يفصلني عن محبة المسيح ما فيش حاجة تفصلني عن محبة المسيح ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٩